بدموع وحسرات طالب أهالي ناحية الصقلاوية تابعة لمدينة الفلوجة بمعرفة مصر أبنائهم الذين فقدوا بعد اعتقالهم من قبل الميليشيات بعد نزوحهم مزيدا من التفاصيل بهذا التقرير اختلط الدمع بالكلام وبات للحزن عنوانا أمهات فقدن فلذات أكبادهن والتي لم تلملموا الأيام جراحاتهم ملامح الحزن غطت وجوههم لتكون أم عمار واحدة منهم والله خذ ولدي أربعتهم اليوم أربعة الشهر وخلوا برقبتي أربعية ايه ذول يشوفونه ذول يرضعون حليب القوطية بخمس تالاف ولحد مرنا ولحد بشب حانة وحال الويل حانة واني شصير شصير على أربع عيال يعني مفقودين ما ندري لا جانا خبر لا جانا غيرها لا حد مرنا قالش معتازين ما معتازين وعاني على هاليوادم هاي كله عاني بالنسبة ليه والدخوية تسعة هس عوائلهم يريدون أن نرجع ماكو بس الجهال من نسوان موجودة بالخيم إذا وادمنا تسع زلم تسع عوائل راحت من عدنا علي من نرجع ستمائة وثلاث واربعين من أهالي السقلاوية غيبتهم الميليشيات الطائفية لتسكن عوائلهم اليوم مخيم عامرية الفلوجة لا أبا ولا أخا ولا معيل لهم تفطرت قلوبهم شوقا وحنينا إلى أرواح وأجساد الشوق إليها يحرق القلوب الطالب أحنا نطالب نرجع أحنا وعضائلنا لديرنا حيا ولا تالي هؤو الزلم بغت الشي ما يمهم زلمنا وانها ما عدري ما يتبه الحياة ما ندري وهس عنا بسرد واحد يجيب لي وهم صراحة أحلى الدنيا عندي وعمام كلهم احنا أبويا أخويا وعمام ثمانية هس بسردهم يجون كل شي ما أريد هالوادم هاي اللي أخذوها الستة ما يقولون ويا داعش والواحد يدورون ويطالبون به يقولون ويا داعش وهو ما إلي لا اسم ويا داعش ولا شنه شهادة وفاة سويتها بالمستشفى ما للفلوجة والله أنا ناشد الحكومة بل كتل قالنا حل يعني أخوي هو هالواحد وطلعنا والله العظيم يشوي أنا هو مدرس لا بولها ولا بتاليها قالنا بس ندكهم ثلاثة يام ونرجعهم ثلاثة يام الحد الآن ما شفنا المشتاقون لأبنائهم يناشدون الجهات المعنية للتتبع والإفساح عن مصير مفقوديهم علّ غائبة تأتي لهم بالبشرى بعد حزن خيم عليهم تعيش عوائل المفقودين والمغيبين من أهالي السقلاوية وضعا إنسانيا صعبا وهم يعدون الأيام تباعا بعودة أبنائهم إليهم من جديد من مخيم عامرية الفلوجة بشير الحسن قناة الفلوجة